السلام عليكم ورحمة الله النهاردة احنا في يوم 26 رمضان ودخلين على ليلة ورترية الناس كلها بينتظروها من السنة للسنة والليلة دي كتير من الناس بينتظروا ان هي تكون ليلة القدر واحنا عارفين ان الليالة الورترية هي ارجى الريالي ان هي تكون ليلة القدر ليلة القدر اللي خلتنا انغمسنا في السلام في شهر رمضان كله ليلة القدر يخير من الف شهر وعشان كده احنا عاوزين النهاردة نتكلم عن سلام يليء بالليلة دي يليء بكرم ربنا سبحانه وتعالى بالليلة دي يليء بكل الانوار والاسرار اللي بتكون في الليلة دي السلام اللي احنا هنتكلم عنه النهاردة هو سلام عزيز علي سلام لما بتجربه وبتعيشه بيغير نظرتك للحياة كلها السلام اللي احنا نتكلم عنه النهاردة هو سلام الوسع اذا كانت الليلة القدر خير من الف شهر وربنا بيعتق فيها اكتر مما يعتق في سائر الشهر فده بيخلينا محتاجين نفهم شوية حاجات مهمة فنفهم كده اننا بنتعامل مع رب واسع كريم سبحانه وتعالى يعطي عطاء ما لا يخسى الفاقه ويعطي عطاء لا ينضب فنتعلم ان احنا نعيش بالوسع في سائر ايامنا مش بس في ليلة القدر وهو ده المقصود لكن في ناس كتيرة بيكون عندها خوف في العشر الاؤاخر بالذات تحس ان هما عندهم خوف شديد وبالذات لما بنكون داخلين على ليلة اوترية وهو الخوف من عدم ادراك النفحات ان ليلة القدر ما يستطيعوش ان هما يدركوها ويبقى عندهم انا شيء بسميه كده قلق ليلة القدر اللي هو بانك ليلة القدر انه هو ما يقدرش يحصل ده فكلنا بنكون حارسين ان احنا نحصل النفحات اللي بتكون في ليلة القدر لكن خوفنا ممكن يفسد علينا الليلة دي وعشان كده اول شيء لازم نعرف نعرفه احنا متعامل مع ليلة القدر هو معنى ليلة القدر فليلة القدر هي ليلة الواصل يعني ايه ليلة الواصل ليلة الواصل هي مش ليلة فقط عشان الواحد فينا يبقى يوصل لليه عايزه لكن هي ليلة القدر هي ليلة التغيير الشامل لحياة الانسان هي ان قلبك يكون موصول بالله سبحانه وتعالى فتتحول بصرتك الى رؤية اوسع ما يمكن ان تراه في الحياة وعشان كده الكلام عن ليلة القدر وكلام عن الملائكة اللي بتنزل وازاي ان هذا الزخم وهذا الوسع وازاي الارض بتتسع لكل هؤلاء الملائكة الذين ينزلون في هذه الليلة لكن لو ربنا سبحانه وتعالى انت عارف انه ونظرلك في ليلة القدر خلاص بتتخلق من جديد وبتبقى انسان كديد وعشان كده ليلة القدر بتصنع عندنا عين جديدة نشوف بيها الحياة تعالوا نشوف المعنى ده وتعالوا نعرضه مع بعض ونشوف هيعمل ايه في حياتنا المعنى بيقول ان الناس دايما اوما بيتكلموا في الازمانة الفارقة يقولك انت اما عندك عين بتشوف التفاصيل او اللي هي عين النملة او عين بتشوف الرؤية كلها الكبيرة الوسعة وهي عين الطائر بس ليلة القدر بتربينا على عين جديدة اسمها عين النور عين النور دي اللي بتشوف من عند الله اللي بتشوف الاشياء على حياتها بتشوف الاشياء من عند الحق فترى كل شيء بقدره يعني ايه ترى كل شيء بقدره انا عندي رؤية شوية عن ليلة القدر ليلة القدر هي ليلة القدر لأنها بتعيد رؤية الأشياء على حقيقتها فنرى الأشياء الصغيرة صغيرة ونرى ما عند الله أكبر وهو دوت اللي ممكن يبقى له قدر وعشان كده يا إسماء ليلة القدر وكان الوصف اللي ربنا ارتضاه ليلة القدر والتعريف اللي ربنا ارتضاه ليلة القدر أنها خير من ألف شهر الناس جار العادة عندها لأنها دايماً بتبص بعين النملة فجار عندهم أن هما يكلموا بالكلام الكمي فقالوا أن ليلة القدر خير من ألف شهر يعني خير من 83 سنة بس هو الحقيقة التعبير القرآني هو تعبير معجز هو قال خير من ألف شهر يعني إيه خير من ألف شهر يعني ليلة القدر خير من الدنيا وما فيها لأن التعبير القرآني لما يستخدم كلمة ألف فده أقصى رقم عند العرب فمعناه أنه إيه خير من ألف شهر يعني خير من العمر كله فتبقى ليلة القدر خير من العمر كله ليه خير من العمر كله لأن أنت لو عرفت ترى الأشياء من عند الله هيتغير حياتك كلها و هتبقى حياتك كلها أنت شايف الأشياء على الحقيقة و ده مش هيحصل غير لما يحصل لك وصل و يحصل لك وصع فترى الأشياء مش بقى بوسع عين الطائر اللي بيبص من من الأفاق العليا ولا بيبص من السماء لا أنت عتبص من عند صدرة المنتهى أنت عتبص من عند العرش فعتشوف الدنيا بمعنى تاني بمعنى حقيقي فتشوف الفاني فاني وتشوف الباقي باقي وتشوف ما كان لله دا ما واتصل فهنا تشوف الأشياء واسعة وتشوف الأشياء اللي تخليك تقدر تصبر وتقدر ترضى وتقدر تكون في حال الرضا مع الله بس فكرة الوصل بالله هي مركز الإسة كلها عشان تقدر تشوف الدنيا على وسعها وتشوف وسع الله سبحانه وتعالى وسعتها و كأنك بترى تصريف الأقدار فتهدأ بالا و يحصل لك السلام اللي احنا بنقول عليه السلام الوسع اللي جيه مع عين النور اللي بتخليك تشوف الحاجة من أعظم وسع ممكن تشوفه وهو وسع الواسع سبحانه وتعالى و عشان كده لأنك انت هتشوف الحاجة من عند صاحب الفعل لأنك انت هتشوفها من عند الله وسعتها كل حاجة هتتحط في قدرها فسعتها هتلاقي أوجع كتيرة زالت و هتلاقي حاجات كتيرة راحت من قلبك لأن انت شايفها من عندي من من عندي صاحب الفعل فما تروحش بقى ليلة القدر دي عشان تلاقي نفسك و تلاقي لزة عبادتك لكن روح عشان ترى من عندي مولاك أقولك بس حاجة عشان تفهم اللي أنا بقوله ده بشكل واضح حضرة النبي أقول لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناحة بعوضة بس فيه ناس كتيرة الدنيا بتساوي عندهم حاجات كتيرة بس شوف كده لو كانت الدنيا تساوي عند الله إذن فيه رؤية من عند الله الرؤية من عند الله هي رؤية الوسع دي اللي احنا بنتكلم عنه فأنت لازم تروح لربنا متجرد لا تلبس إلا ثوب العبودية أنك عبد لله سبحانه وتعالى فكل اللي انت ممكن تظن أن انت هتحصله ما يسويش أن انت تحصل أن انت عبد لله هيحصل لك أليس الله بكاف عبدا كل اللي هيروح ربنا هيلاقي عنده النور واللي هيروح بالغرور مش هيلاقي إلا النفس الأموارة بالسوق لو انت خايف ما تلاقيش شيء في الحساب ولا خايف ما تلاقيش الأحباب خايف تخرج من رمضان من غير أرقام أو خايف أن انت ما تحصلش الرصيد اللي انت عايسه وما يكونش ديك صلة بالله سبحانه وتعالى عشان كده احنا في النهايات بنتعامل مع الله سبحانه وتعالى بحماس البدايات لأننا عارفين أنه لا مكان للنهايات في معاملة الله ليه؟ أهو دوات سلام الوسع كده سلام الوسع ما يعرفش النهايات يعرف أنه مع كل نهاية بداية وهذا مناسب لكرم رب البريه سبحانه وتعالى فكل شيء إذا تجلى عليه الله سبحانه وتعالى مكل النهاية جعل النهاية دي بداية لأن الله سبحانه وتعالى يخلق وما زال يخلق وما زال يوسع الخلق وعشان كده حتى السماء والسماء بنينا بأيدي وإننا لموسعون فربنا بيوسع ففكرة النهاية مش موجودة عندنا محدش عضيع منه فرصة لأنه ما فيش حاجة أسمعها الفرصة الأخيرة ما فيش حاجة أسمعها أنا انتعيت خلاص ليلة القدر راحت ورمضان راح ما فيش الكلام ده ما فيش الكلام ده مع ربنا سبحانه وتعالى ما فيش ضياع أنت لو انتهيت لأنك ظننت أنك تركت مولاك سبحانه وتعالى وفاتدك لكن الله سبحانه وتعالى لا يفوتك لأن الحقيقة بتقول ما ودعك ربك وما قال فالحقيقة بتقول الباقي معك ما ودعك وعشان كده حضرة النبي صلى الله عليه وسلم علمنا شيء مهم جدا جدا علمنا من أول رمضان وبيأكد علينا المعنى ده مو من فرقهوش إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النيران وسفتت الشياطين فالله سبحانه وتعالى ما أعرفش منك الجنة والهدى والقرب والود عشان يحرمك بعد كده إلا وهو يريد أنه يعطيك سبحانه وتعالى وقال العلم قاله التقديم علامة الإذن بدل لو أقدم لك وفتح لك أبواب الجنة فهو عايزك تدخلها فلما تزور حد ويقدم لك أكل فهو أزن لك أن أنت تأكل منه ولما ربنا سبحانه وتعالى أزن لك وفتح أبواب الجنة وأزن لك بالوجود في حضراته سبحانه وتعالى فهو وهو اللي قال لك وهو معكم أينما كنتم يبقى أنت لازم تفهم أن رمضان ده بالنسبة لك هيكون حياة واسعة لا تنتهي إحنا مش بنكلمك على أن أنت بتتكلم على الصدقة الجارية اللي بها تعيش بعد الموت إحنا منكلمك أن الحياة دي هتكون أوسع مما تتصور ليلة الأدر أهم حاجة فيها بكل اللي فيها ده بتخلي الإنسان يفهم معنى مهم جدا معنى أن ليلة الأدر دي ممكن تكفون فيها ما لا عين الرأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ليلة الأدر دي فيها من الوسع ما لا يعلمه إلا الله وعشان كده لازم نعيش بسلام الوسع هنشوف إزاي يعنيش بسلام الوسع مع ليلة الأدر دي ولكن بعد الفاصل رجعنا لحضراتكم ومازلنا بنتكلم عن سلام يليء بليلة وترية مرجوه إن هي تكون من ليالي ليلة الأدر تكلمنا عن سلام الوسع وتكلمنا عن عين النور اللي بنشوف بيها بوسع الواسع سبحانه وتعالى وبيخلينا وسع الواسع ده لأن نشوف إن إحنا ليلة الأدر دي بتكون فرصة أخيرة ولا حتى بنحس إن فيه نهاية رمضان لكن إحنا بنحس دايما إن مع كل نهاية الكريم بيفتح بداية وإحنا عايزين إن رمضان يكون باب لنا على سلام الوسع فنعرف إن ربنا سبحانه وتعالى وسع علينا في كل شيء في حياتنا فما نخافش من فوات أي شيء وإيه اللي حاصل وما نجريش وراء الدنيا بكل ما فيها ونخاف إن إحنا ما نحصلهاش ده أحد معاني الوسع اللي عندنا أحد معاني الوسع إن أنت ما تعتبرش إن الدنيا أكبر أهمك فالديق عليك الدنيا والديق عليك الحياة ما فيش حاجة عدفوتك لإن ربنا سبحانه وتعالى ضمر لك رزقك وقال لك وفي السماء رزقكم وما توعدون فما فيش شيء عنده بيضيع فسبحانه وتعالى ما فيش حد يسيب قلبه بيخاف وما بيشوفش إلا الدنيا الديقة لا وسع مشهدك واعرف إن ربنا سبحانه وتعالى ملاها ملاها بالنعم وتيجي ليلة القدر عشان تختم على قلبك في رمضان بتقولك أنا بختم على قلبك بختم الوسع وتحس إن انت بتتعامل مع كريم واسع وعشان نقدر نتعامل مع قافة الخوف من فوات النفحات فوات بقى ليلة القدر اللي فيه ناس كتيرة بيبخايفين من دا قوي لما واحد يصبح وإلى الناس عادة بتتكلم على إنهم ملح وهو ملحقش لازم نعرف إن الكريم سبحانه وتعالى بيزداد كرمه في الخواتيم الكريم لما تيجي الخواتيم يعطي عطاء أكثر مما يعطي وعشان كده سبحانه وتعالى بيعتق في كل ليلة من رمضان عطقاء ففي آخر الشهر يعتق عطقاء بعد ما أعتقهم طيرة الشهر يعتق عطقاء بعد من أعتقهم في طيرة الشهر ليه طيب؟ لإن دا مقتدى الكرم هي دي الحقيقة اللي انت لازم تفهمها وده مقتدى الحب إن الله سبحانه وتعالى يحبنا فإن انت مقتدى الحب إن هو حنين للمحبوب مهما تيقنت قرب إن انت تحس بحنينا لله سبحانه وتعالى هو دا الحب مش إنك انت تحس إن فيه فرصة فاتتك مش إنك تبكي على الفوات كل ما فات إذا كنت مع الحبيب الأجل فوقات كل اللي فات دا يجيب ربنا سبحانه وتعالى يجيب أفضل منه بلاش فكرة إنه أنا لزة رمضان بتاع 2007 دا لا ربنا سبحانه وتعالى عنده واسع عنده من العطايا ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر عشان كده ليلة الأدر كل مرة كل ليلة الأدر بتيجي بتيجي وهي معها وسع يخلي حياتك تبتدي من جديد وكأنك بتدخل جنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر عشان كده بقول دايماً لأحبابي أسرع طريقة للقضاء هو أن تتقن أنك في حضرة اللقاء يبقى أنت إيه اللي حاصل أنت في حضرة مولاك لذلك إحنا مش بنفرح بشيء ولا بنحزن على شيء إنما بنفرح بالله سبحانه وتعالى إحنا بنفرح بالله بالملك الموجود سبحانه وتعالى وتعالوا نسمع قوله وتعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحه هو خيره مما يجمعون أنا أعمل إيه في الليلة خليك مع الله وحاول دايماً أني قلبك يلمس أنوار العرش خليك مع الله وخليك دايماً في حالة وصل وسع مشهدك أخرج من ضيق الأشياء أخرج من ضيق الهم أخرج من ضيق التفكير في بكرة يكون إزاي وخليك مع الله سبحانه وتعالى هذه الليلة هي ليلة فتوح ليلة وسع لذلك يجب أن أنت ما تكونش من أهل الضمان إزاي من أهل الضمان من تأهلي إن أنا أكون من أهل الوسع لأ ما إحنا لازم نكون عندنا هذا الاتزال لكي نرى الحقيقة لأن في بعض الأحيان لما أنا كلمتك عن الوسع وكلمتك عن أني تشوف الحياة من عند الله بعض الناس يتصوروا إن أنا بكلمك عن الخيال لأ أنا بكلمك على اليقين والحق في التعاون مع الحق إزاي يعني إنت كمان مش لازم تكون من أهل الضمان فيعني إيه ما تكونش من أهل الضمان ما تفتكرش إن أنت لك حق على الله وإن أنت ضامن عطيته لأ إنت عطيته مضمونة بحسن معاملته هو اللي هيديك من فضله مش إنت عندك حق عند ربنا فيفضل قلبك متعلق بالله النتيجة تكون إيه إن قلبك في الليلة دي يفضل متعلق بالله فتطلب منه العطق من النيران نعم نار البعد أول نار بتطلب منه أنه هو يعتقق منها نار النفس الأمر بالسوء بتطلب أنه يعتقق منها عشان ما تبقاش حجابك عن الله فيتكرم عليك الكريم بالميلاد الجديد بعد رمضان ميلاد يجعل قلبك معلق بيه وحده سبحانه وتعالى فأنت لازم تفهم ده بشكل صحيح يبقى أنت تكون في حال التوازن ده إيه اللي حاصل حبك ويقينك من وسع الله وأن الله سبحانه وتعالى دايماً بيربيك على أن أنت ما تعيش بالنهايات لكن تعيش بالبدايات مع الله على طول ده يخلي الدنيا وسع عندك لكن في نفس الوقت ده وصلك إلى أنك أنت ما تكونش لك حق على الله لكن متعلق بكرمه سبحانه وتعالى فتتعلق بكرمه وتطلب منه أنه يعتقق من النار هذا هو التوازن في التعامل مع هذه الليلة العجيبة دول الجناحين اللي عنطير بيهم لله هو ماذا؟ هو اليقين من وسعه وماذا؟ واليقين بأنك ليس لك إلا هو الدنيا واسعة لأنها اللي خلقها الواسعة ولكن هذا الوسع لا تدركه إلا به هو سبحانه وتعالى فتتعلق به هذا الوسع محتاج إن إحنا سلام الوسع ده طب ده يعمل سلام يعمل سلام جدا لأن أنت ساعتها بتتعامل مع حقيقة ما بتتعاملش معاها إحنا محتاجين نخوض سلام الوسع ده طب نعمل إيه؟ أنت أول حاجة ممكن تعملها كل ما نفسك تسألك عن الرصيد اللي أنت داخل به الليلة دي وتقولك إيه اللي حاصل؟ أنت معاك إيه؟ أنت معاكش حاجة هتروح الليلة دي بإيه؟ في ناس كتير دخل الليلة بختمات ودخل الليلة بأشياء كثيرة جدا وإنت معاكش حاجة لما نفسك تقولك كده ترنم بهذا الكلام اللي حضرت النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كانوا يقولوه والله لو لا الله ما اهتدينا ولا سمنا ولا صلينا فأنزلا سكينة علينا ادخل كده على الليلة وإنت بتقول كده والله لو لا الله ما اهتدينا ولا سمنا ولا صلينا فأنزلا سكينة علينا أو فأنزلا إيه؟ سكينة سلام سلام الوسع أنت اللي أعطتنا وأنت اللي ربتنا على الوسع فادخله في الليلة دي وقول كده قول الكلام ده عشر مرات وإنت بدأ في بداية الليلة فادخل بقى وإنت عارف أن الله يفتح عليك مولاك سبحانه وتعالى تاني حاجة في الليلة دي حاول بقدر الإمكان أن أنت تعمل عمل يكون فيه سر بينك وبين الله سر بينك وبين الله يعني إيه؟ تعمل عهد بينك وبين الله أن أنت هتكون متأقن بوسعه فما فيش حاجة تمنعك أبداً من أنك تسير إليه وإنت متأقن أنه هيوسع عليك حتى لو أزيت نفسك حتى لو ضريت نفسك اوعد مولاك سبحانه وتعالى أن أنت تأتي إليه من قريب وتبتدي بداية وتسارع في هذه البداية وسارع إلى مغفرة من ربكم فتسارع تعاهد ربنا أن أنت تسارع ويكون عندك بداية مهما كان منك من السوق أو من الخطأ ثالث حاجة كمان أن أنت لازم تخليك مع الله سبحانه وتعالى عندك في هذه الليلة باب يتفتح ما يتقفلش باب من حسن الخلق تيتفتح وتعتبره دوة الباب اللي عيوسع عليك اللي عيخرجك من ضيق نفسك إلى ساعة مولاك هو ده الباب اللي عيوسع عليك ويدخلك مع مولاك سبحانه وتعالى رابع حاجة خلي عندك دعاء في هذه الليلة تدعو به وانت واقف بالندير ربك لتتعرب للنفحات الله سبحانه وتعالى ويا سلام لو أنك انت دعيت بالدعاء ده وقلت يا سلام إني أسألك في ليلة من ليالي حبك أن تجمع كل عليك فلا تجعل نفسا من أنفاسي إلا وغمسته في شهد وصلك ولا نبضة في قلبي إلا وعلقتها بجميل نظرك ولا قطرة من دمي ولا قطرة من دم في عروقي إلا ومزكتها بأنوار ودك وقربك فلا أصبح إلا وكلي ناظر إليك وفي حضرة الجمال والوصال بين يديك نقول الدعاء مرة تاني ونخلينا بالناجي ربنا سبحانه وتعالى وإحنا متعلقين برحمته يا سلام إني أسألك في ليلة من ليالي حبك أن تجمع كل عليك فلا تجعل نفسا من أنفاسي إلا وغمسته في شهد وصلك ولا نبضة في قلبي إلا وعلقتها بجميل نظرك ولا قطرة دم في عروقي إلا ومزكتها بأنوار ودك وقربك فلا أصبح إلا وكلي ناظر إليك وفي حضرة الجمال والوصل بين يديك يا كريم يا رب العالمين الليلة دي ليلة ما تفوتكمش إلا وإنتوا بتحكونا عن تجربة سلام الوسع سلام الوسع ده يليق بليلة خير من الأمر كله يا رب العالمين اجعلنا من أهل الوسع واجعلنا من أهل سلام الوسع في ليلة الوسع يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين بعض الفاصل نلتقي بحضراتكم ونجيب على أسئلتكم اللي وصلتنا على صفحتنا صفحة بن نامج والله تعسره ولكن بعد الفاصل رجعان لحضراتكم وعنا صفحتنا على الفيسبوك صفحة بن نامج والله تعسره اللي بنتلقى عليها أسئلتكم مباركة وكمان تجاربكم وخاصة تجربة زي تجربة سلام الوسع محتاجة أن احنا نتواصل عشانها ونتكلم عشانها كتير تلقينا أسئلة من حضراتكم وعن جاوب عليها دلوقتي وأول سؤال عندنا بيقول السلام عليكم لو سمحت عندي سؤال مهم وضروري هو عادي أطلع زكاة رمضان فلوس مش حبوب وليها وقت معين ولا أي وقت من رمضان آه يجوز إخراج هذا زكاة الفطر مال لأن هذا هو الذي في مصلحة الفقير لنتصور كده لو أنه إخرجنا حبوب للفقير وبقى عنده حبوب كتيرة جدا فبقى برخص التمن فعاد عليه بالضر لكن المال الذي سيتوفر عنده يستطيع أنه يخرج منه لأنه ورد إخراج القيمة عن إصحابه وعن التابعين وهذا مذهب معتبر مذهب السادة الحنفية مذهب معتبر أنه يجوز إخراج القيمة وهذه أقوال كثيرة عن كثير من السلف من أنه يجوز إخراج القيمة وعشان كده فيجوز إخراج القيمة ويكون إخراج القيمة دوت محسوب وإحنا حسبناه وطلعت القيمة بـ 35 جنيه مصري هذه السنة يبقى قيمة زكاة الفطر على زكاة رمضان اللي هم بيسموها واضح للسؤال حداريك بيسأل عن زكاة رمضان اللي هي زكاة الفطر 35 جنيه عن كل فرد طيب هل ليه وقت معين الصحيح أن زكاة الفطر بتجيب بغروب شمس آخر يوم من رمضان بغروب شمس آخر يوم من رمضان لكن حد بتسألوا في أي وقت في رمضان آه يجوز إن إحنا نخرجها كمان من أول رمضان لأن الفقاء قالوا إن زكاة الفطر بتجيب بسببين السبب الأولاني هو صوم رمضان والسبب الثاني هو الفطر من رمضان فإذا أنا أخرجت الزكاة لوحد منهم لما يدخل رمضان فيجوز إن أنا أعمل كده إن أنا أقدمه وأعجل على السبب الثاني اللي هو الفطر من رمضان فيجوز حتى إخراج الفتوى مستقرة على إن يجوز إخراج زكاة الفطر من أول رمضان يبقى إذن هذا هو المسألة ويبقى عندنا آه يجوز إخراج زكاة الفطر مالا وهي 35 جنيه في هذه السنة الأمر الثاني هل يجوز إخراج زكاة الفطر في أي وقت في رمضان أيوة لإن الصوم جعل الزكاة الفطر واجبة فيجوز إن أنا أخرجه من أول رمضان لكن وقت السنة إن هي إخراجها بعد غروب شمس آخر يوم من رمضان يبقى هو دوة الوقت الأفضل في إخراجها لكن قبل كده يمكن إخراجها طول شهر رمضان زي ما احنا وضحنا السؤال الثاني بيقول هل أداء الصلاة في البيت باطلة وما معنى جوه على تنين الأرض مسجداً وطهورة يبدو إن السؤال ده فيه فيه نقاش وفيه جدل ما بين اتنين فبيقول كده وفيه واحد قال له إن صلاته في البيت باطلة لا واللي حصل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحد المرات طبعاً بلا شك إن صلاة الفرد في جماعة آخره من صلاته منفردة ب27 درجة بس ده لا يعني إن صلاة الأفضلية لا تعني إن الصلاة منفردة باطلة بالعكس صلاة الإنسان صحيحة ما استوفت الأركان والشروط إيه الأركان والشروطين هو يصلي الصلاة بالتمنتاشر روكن اللي احنا مرة نتكلم عنهم بالتفصيل في مسألة الصلاة وشروطها اللي هي شروط الصحة موجودة يعني بيصلي على طهارة في البدن وفيه الثياب وفيه كمان المكان اللي بيصلي عليه والوقت دخل وهو مستقبل القبلة فالصلاة صحيحة فالصلاة كده صحيحة فهو إذا كان بيصلي الصلاة على هذا الحال فصلاة صحيحة ودوة الشرع الشريف تربوا من الإنسان أما صلاة الجماعة فترجى لمزيد الفضل فترجى للفضل طيب دي في صلاة الفرد وصلاة الجماعة طيب الصلاة في المسجد ترجى لمزيد الفضل بقى فضلي زائد كمان لأن الصلاة في المسجد كل خطوة في المسجد طبعا الصلاة في المسجد بيبقى عدد الجماعة أكبر فيزيد الثواب وكمان الصلاة كمان في المسجد كل خطوة الخطوة بتحط خطية والأخرى ترفع درجة فكمان وكل خطوة بتقرب الإنسان من الجنة إذن الصلاة في المسجد ده لها ثواب عظيم جدا لكن ليس معنى أن الصلاة في المسجد لها ثواب عظيم جدا جدا أن الصلاة في البيت صلاة باطلة واحد قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو لأن الصلاة قد أقيمت لذهبت إلى بيوت أناس ترك الصلاة في المسجد حرقتهم أيها بس حضرت النبي ما عملش كده معنى أنه ما عملش كده يبقى العقوبة دي مش عقوبة ثابتة لأن لو كانت العقوبة دي ثابتة أن تتحرق البيوت تتعال الناس اللي من رحوا الصلاة الجماعة ده كأنه بيقول محدش يفوت الثواب العظيم بتاع الثواب الصلاة في المسجد لكن ليس معنى ذلك أن صلاة في البيت تكون صلاة بطلة لا الصلاة في البيت ليست بطلة ولكن الصلاة صحيحة صلاة في المنزل صلاة صحيحة طيب وإي حكم الصلاة في المسجد أنها سنة مؤكدة سنة مؤكدة يعني إيه لها فضل عظيم وإن هي يساب على فعلها ولا يعاقب على تركها ومؤكدة يعني إيه الرسول إلا ما تركهاش خالص لا في الحل ولا في الارتحال يبقى إذن يبقى عندنا هو دوت حكم الصلاة في المسجد ده حكم الصلاة في المسجد فصلاة الشخص في بيته صلاة صحيحة وليست بطلة وده شيء لازم نفهمه عشان بس فيه أوقات كتيرة جدا البيوت بتبقى فيها خلافات ضخمة بسبب هذا الأمر وفيه يعني وفيه أذى بيحصل والعلاقات تسوء بسبب هذه المسألة يعني الأم ترى تيما تقول لابنها أنت صلاتك مصحيحة لأنك ما تصليتش في المسجد لا بلاش العبارات دي لأنها عبارات مخالفة لأحكام الشريعة لا هو صلاة صحيحة وإن كان ثوب الصلاة في المسجد وإن كان ثوبها في المسجد عظيم وإن كان صلى الله عليه وسلم لم يترك الصلاة في المسجد السؤال اللي بعد كده بتقول يا شيخ حماتي معاملتها وحشة قوي معايا في وشي بتبقى حلوة وفي ظهر بتتكلم علي وحش أتعامل معاها إزاي وقالت إنها أتخلي جوزي طلقني لو سمحت أقولي أتعامل معاها إزاي لأنها أزيتني وبتقول للناس إني وحشة في بيتي أولاً السؤال دوات فيه ثلاث أجزاء جوزي الأولاني هو حضرتك عرفت من إن هي بتكلم من وراكي كلام وحش أكيد حد عمل غيبة ونميمة عمل نميمة ونم عندك وأخبارك بإن هي بتكلم عنك وحش أو إن أنت مفيش حل تاني إن أنت تجسست عليها يعني لا إما حد وصل لك الكلام وإنت مش واجب عليك بدلية بتدعملك معاملة كويسة يبقى كان واجب عليك إن أنت تنفي هذا الكلام أو إنك إنت ما تصدقهوش إما تنفيه أو ما تصدقهوش يعني تخليه كأنه ما وصل لكيش طيب الحياة التانية أو إنك إنت تجسستي في اسماتي الكلام ده يعني إما تجسستي فسجلت مكالمة فعملت أنت أكل الخصوصية وده حرام أو إنك إنت أعدت وتصندت وده برضو حرام فكل دي كبائر كل دي كبائر والعزو بالله فلذلك إلا حاصل فوصولك لهذا المعنى دا كان نتيجة الإثم والعزو بالله طيب أما وإني أنت وصلك هذا المعنى وصلك هذا المعنى فإحنا عندنا حاجة مهمة جدا جدا ليس الواصل بالمكافئ احنا مش بنعمل الناس بالأخلاق الحسنة لأنهم بيعملون بالأخلاق الحسنة احنا بنعمل الناس بالأخلاق الحسنة لأن الأخلاق الحسنة يحبوا الله لأن الأخلاق الحسنة هي عبادة فمحدش بيقول أن أنا أصلي لما أكون مزاج راي لا احنا بنصلي بنصلي كذلك احنا بنحسن للناس لأن دي عبادة زي سائر العبادات مش بحتاج أن أنا أحصل على مقابل لها أنا بعبد الله في الناس بعبد الله في الناس إزاي وخالق الناس بخلق حسن عبادة أمر من الله سبحانه وتعالى أمر من أننا أخالق الناس بخلق حسن فده أمر يبقى إلا حاصل وأمر من الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم ادفع بالتي أحسن فده أمر من الله سبحانه وتعالى فما فيش فكرة أن هي وحشة معي جدا فأنا عامل إيه تعمليها حسن وخاصة أن معاملتها الحسن ممكن تبقى في نية تانية تخلي ثوابك عظيم الثواب الاول يبقى الكاظمين الغايزة والعافين عن الناس والثواب التاني بقى وعشرون بالمعروف يبقى عندنا مسألة العشرة الحسنة انك انت تكون في عشرة حسنة بينك ومن زوجك فلما تحسن الى والدته اللي هي احماتك ايه اللي حاصل ده يعود بالعشرة الحسنة على علاقتك بزوجك ولذلك انت لابد ان انت تكوني فهمة ده كويس اوي اوي فلذلك بتقولي اللي اعمل ايه عامليها بطريقة حسنة وصدق الكلام المعاملة الحسن اللي كان بتعملها لك وبلاش التشكيك فيها وبلاش فكرة المؤامرة اللي انت ممكن تعيش فيها دي انت بتقولي ان هي قالت عليك كلام عنك وحشة في بيتك وحشة في بيتك يعني اما يتكلم عن نظافة او شيء من هذا القبيل ولا حاجة انت اعمل الفعل الحسن وما يعمل ايكيش الناس يقولوا عليك ايه فكرة ان انا لازم محدش يتكلم علي و لازم انا اسكت اخرص قلصية الناس محدش يقول حاجة ده كلام بيتعب الانسان ويخليه ما يقدرش يعيش حياة مستقرة هدي بالك ويسيبك من كلام ده واتعامل معاه موانا حسنة وهو ده الحل الافضل والحل الارجا فيه سؤال بيقول هل يجوز استخراج زكاة المال بزبح خروف واطعام مساكين منه لو كان الفقراء هم اللي طلبوا منك كده لكن لو ما كانش ده الاولى ان انت تعطي الاموال للفقراء والمساكين تمن الخروف ده وهم يشتروا حاجتهم لان الاصل في الزكاة التمليك ان انا املكها لقوله تعالى انما الصداقاته للفقراء والمساكين يعني اللام اللي موجودة دي اخذ منها العلماء ان الاصل في الزكاة ان انا املكها للفقير والمسكين ولذلك خلينا نعمل كده وربنا سبحانه تعالى يبارك وان شاء الله يجعل ده في ميزان الحسنات يا سيد احنا كنا نتكلم عن سلام الوسع النهاردة في ليلة من ارجى الليالي عند الله سبحانه تعالى ومن اوسع الليالي عند الله ولذلك ما نقدرش نختم الحلقة من غير ما نتوسط الى الله ونضرع الى الله سبحانه تعالى الواسع انه يوسع علينا ويجعلنا من اهل سلام الوسع ونقول يا سلام اني اسألك في ليلة من ليالي حبك ان تجمع كلي عليك فلا تجعل نفسا من انفاسي الا وقد غمسته في شهد وصلك ولا نبضة في قلبي الا وقد علقتها بجميل نظرك ولا قطرة دم في عروقي الا ومزكتها بانوار ودك وقربك فلا اصبح الا وكل ناظر اليك وهو في حضرة الجمال والوصل بين يديك يا رب لا تخرجنا من هذه الليلة الا وقد وسعت علينا من جمالك يا جميل يا كريم يا ودود يا رب العالمين